مشاهدينا في المملكة العربية السعودية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إليكم ملخص الأحوال الجوية المتوقعة طقس شديد الحرارة غرب المملكة أيضا رياح البوارح تهب نهاية هذا الأسبوع وأيضا هناك فرصة لزخات من المطر على منطقتين جازان وعسية مشاهدينا فاصل ونواصل مشاهدينا أهلا وسهلا بكم مرة أخرى على الخرائط التي تمثل درجات الحرارة نلاحظ أن المملكة وخاص المناطق الجنوبية والغربية والوسطى تتعرض لكتلة هوائية حارة شديدة الحرارة هذا اللون الأحمر الغامق ولكن اللون الأحمر الأفتح ويمثل درجات حرارة تقريبا حارة نسبيا لكن أقل من اللون الأحمر الغامق وبالتالي شمال المملكة تكون درجات الحرارة أقل لكن المناطق الوسطى والجنوبية والغربية تتعرض لدرجات حرارة أعلى وبستمر هذه الوضعية أيضا يوم الاثنين وكذلك يوم الثلاثاء والأربعاء أيضا تقريبا أما الأحوال الجوية المتوقعة هذه الليلة هذه الليلة في منطقة الرياض أجواء تقريبا لطيفة إلى معتدلة درجة الحرارة الصغرى المتوقعة بحدود 24 درجة مئوية أما الأحوال الجوية المتوقعة للثلاثة أيام القادمة يوم غد الثلاثاء أجواء مبارة حارة نسبيا إلى حارة ودرجة الحرارة العظمى المتوقعة في الرياض 37 درجة مئوية بينما الأجواء معتدلة إلى حارة نسبيا في الليل والصغرى 26 درجة مئوية يوم الأربعاء أجواء حارة ودرجات الحرارة مرتفعة يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة وبتسجل العظمى في الرياض بحدود 41 درجة مئوية بينما الأجواء معتدلة إلى حارة نسبيا ليلا والصغرى المتوقعة 27 درجة مئوية الخميس أيضا غبار مرة أخرى مع انخفاض قليل على درجات الحرارة وبقاء الأجواء حارة نسبيا إلى حارة والعظمى المتوقعة 39 درجة مئوية وأثناء الليل أجواء ما بين معتدلة إلى حارة نسبيا والصغرى المتوقعة 26 درجة مئوية أما الأحوال الجوية وكذلك درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة في المناطق الشمالية إسكاك أجواء مغبرة العظمى 33 والصغرى 19 عرعر أجواء مشمسة معتدلة إلى حارة نسبيا نهارا ولطيفة ليلا 32 إلى 19 تبوك 34 إلى 19 درجة مئوية المناطق الغربية تتعرض لكتلة هوائية حارة وبالتالي أجواء حارة بامتياز المدينة المنورة 39 إلى 28 جدة العظمى المتوقعة 37 والصغرى 27 مكة المكرمة العظمى المتوقعة 42 والصغرى 27 الطائف 33 إلى 21 درجة مئوية أما المناطق الجنوبية الغربية من المملكة أجواء غائمة جزئيا في الباحة وأبهة العظمى المتوقعة في الباحة 27 إلى 20 مع فرصة لسقود زخات متفرقة من المطر وأيضا زخات متفرقة من المطر في منطقة أبهة العظمى المتوقعة 29 والصغرى 19 أما جازان العظمى المتوقعة 35 والصغرى 30 درجة مئوية المنطقة الشرقية أجواء حارة نسبيا إلى حارة حفر الباطن أجواء حارة مغبرة أحيانا العظمى المتوقعة 39 والصغرى 24 الدمام 36 و25 والإحساء 39 إلى 25 درجة مئوية منطقة الرياض والمنطقة الوسطى في الرياض أجواء مغبرة وحارة نسبيا إلى حارة العظمى المتوقعة في الرياض 27 والصغرى 26 درجة مئوية بريدة 38 26 وحائل العظمى المتوقعة 34 والصغرى 21 درجة مئوية مشاهدينها في المملكة العربية السعودية شكرا لمتابعتكم ولكم أجمل تحية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر